الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والجمع والدين وبعد أريد إن شاء الله تعالى أن أذكر نفسي وإياكم بحديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ونحن على عجالة من أمرنا بسبب ضيق الوقت لكن قبل الدخول في هذا الحديث نشكر الله تعالى أولاً على هذه النعمة العظيمة وهي نعمة الدين لأن الله سبحانه وتعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا دي أكبر نعمة إنك تكون مسلم دي واحد وفي المسلمين تكون على العقيدة الصحيحة وأن الله يوفقك تجلس مجالس تسمع فيها قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دي نعمة كبيرة جداً شكيف في صيح البخاري ومسلم من رواية معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيراً يفقه في الدين الله كان داير بيخ خير أي بوفقك تدعلمه بوفقك تجلس مجالس فيها قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يضيعوا زمانهم في حاجات كثيرة واحدين بتائم فنانين واحدين في الأنضية واحدين كشتين واحدين ضمن واحدين يغشوا في البنات يغش في البيت جايبة وإلى آخره وتونسوا وكلها لخبة فينا فكون الله يوفقك سبحانه وتعالى تسمع الآيات والأحاديث نعمة أشكر الله عليها المسألة الثانية نين والله بنشكر الحضور الإخوان دين الواقفين والآباء والشباب على حرصهم على هذا الكلام لأن الحلقة دي كانت بيغادي وابتلينا فيها ابتلينا زلما نخاف على الدنيا والدنيا دعارض الدين المسألة بتبقى لي صعبة والله يفكك في الفرقة كهربة يا أخ بلد فيها كم بحر وفيها كم كهربة كهربة يا أخ الناس تجرجر فيها تخسر شنو أخواننا ذيل من سوريا جزاو الله خير وأسأل الله بأسماء الحسن وصفاته العلا أن يبارك فيهم وفي بيوتهم وفي أموالهم وفي أهليهم وأن يحفظ أعراضهم وأن يرحم موتاهم وأن يتجاوز عنا وعنهم وعن جميع المسلمين ناس ذكرانين يا أخ الدوك كهربة وتسمع أنت في البلد دي ناس أنه بصر ناس مسلمين زيك تتباخل بها كهربة كهربة يا أخ تتباخل بها إن شاء الله تفتح النور تطقك لما تذكرنا كهربة يا أخ أنت تقول لا وإلى آخره وناس مقفلين وناس فاتحين كهربة يا ناس دي أمه عليك اللي تمشي لي قدام وده زول جزاء الله خير وقال تعالوا طوالي ناس ذكرانين والناس زيل والله أنا ما أكد تقاهلهم كده أنا عارفوا الناس يعني سمعتهم زي سمعت باقي المسلمين لكن لقينا منهم مواغف طيبة قبل أيام في شارع النيل في حرامي حرامي سرق له شنطة من بيت جارينا وراه وناه ودى الناير دا الحرامي نطف البحر بغاية ونطف النيناء الزول الجاري وراه اثنين قبل ما نحن نجي نجر الأول طلع جاري وراه يعني كان ملك راعه ودى شلوت باقي الباصطة كلها كان ملفك راعه ودىه كرم الحرامي وقبضه شايل له موبايل شنطة وفيها موبايل باثنائر مليون قال والبيت تكوريك وكسرقوني بعدين دا جيره وراه الحرامي الحرامي نطف بغاية دا ويقف عين له لاوز يخوش وراه في الظلمة وداك الحرامي قدر السنجاب حاجة ضعيفة كذي التاني شفت سايق لموتر كر جاري لما وصل قرب من الحرامي وقف الموتر بالراحة رقده بعدين دا جيره على الحرامي مشى على البيت شوفوا الدبرك دا مشى له بدعة شوشة كيف اهو شنوه والحاصل الحاصل انت ما عارفوا ما في حرامي سارك بيت انت ما عارفوا التساكلة ايه قال والله انباريت الحراميه دا من سنة سبعة وتزعين كان طعنواني وموته نعنى الله يتقبل جينا جارين لمناسبة الكلام جينا جارين لقينا واحد سوري والله والدنار دا حاضر الموقف الزولة والله من أرجل الناس اللاقواني في الدنيا شوفتها خش جوا الطين ويتابع بجايب النور وكذي نقول لها زولة كيف نمش كلنا سوا عشان اشي في الدين مرق بيسكين ولا كذين حاوش نجيه لا لا انا ما اندي مشكلة قال انا انا الشغل دي من عارفة والله خش فيه شغل في الكتمة والله يتقبل منه ومن بقية المسلمين فإت يا أخي بالله دا حاجات الزول مفروض يكون سابت وقدم مواقف الدنيا دي على زوال ما تبخل به شيء بسيط لتقديم دعوة الله سبحانه وتعالى وتجد ثوابه عند الله شوف الله دا شكور وما بضيع لك موقف يا أخي طيرة سافرت من شوف من الشام ليلة يمن وجاءت راجعة بخبر طيرة الله جاب في القرآن قال رب العز والجلال وتفقد الطيرة فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد يعني الهدهد فقال الهدهد قال لي سليمان عليه السلام كلام عجيب جدا فقال أحط بما لم تحض به يعني أنا عندي خبر إنت شنو إنت ما عندك الجماعة اللي يعتقدوا الشيخ بعلم الغيب وبعرف الرايحة أفضل الشيخ ولا سليمان عليه السلام ده مش سؤال موجه مش أفضل سليمان عليه السلام الهدهد قال لي و أحط بما لم تحض به أنا عندي خبر إنت ما عندك وجئتك من سبع بنبئي يقين والهدهد زعلان والمزعل الهدهد أمرا الأمر الأول قال إني وجدت امرأة تملكهم ناس رجال بشنبات وعمم مالكاهم مرة ده الناس نجيضين الرجال مالكاهم مرة وقال الرسول عليه الصلاة والسلام قال لن يفلح قوم ولو أمرهم شنو امرأ امرأ دي بتبقى ملك ولا تبقى رئيس ولا قاضي الشغل ما بتجوت انت تجي يوم القضية بدل شائل الأوراق والمستندات تجيب لك ريحة وردتين ثلاثة شوف القضية ما بتكسبه ها كيف يا سوس ان شاء الله تمام والله تعرف الشكل دي حصلت لك دي تجرب الريحة دي والله الموضوع ده قضيتك ما كسبته في مرة ممسكوها ببقوها ملك كان نازل بيفهمه واحد إني وجدت امرأة تملكم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم واحد اثنين الزعل الهدهد قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله طيرة قالت البشر ضيل عليك الله الله ادعونا اقول اسجدوا للشمس تختفي وتجه ومخلوقه وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزيّن لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخري الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعينون الله لا إله إلا هو إلى آخر الآيات من سورة النمل فنحن والله نشكر أخواننا ديل القدم في دعوة الله تعالى والموضوع ده ما بسيط ما تفتكر بس لك والصلاوة ده تبصير للمسلمين وتذكير لهم ونحن ما أفضل منكم والذي رفع السماء ما نرى أننا أفضل من الناس نازعاديين لكن دارنا بصر الأمة الحديثة دار نتكلم فيه ماذا أرشرح كثير واضح جدا في سنن الترمذي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عنه وعن أبيه قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال لي فقال يا غلام إني أعلمك كلمات أنا قال لي إذا أعلمك كلمات وهذه الكلمات ست كلمات ست كلمات أسمع لو في إمتى الكلمات دي تاني عقيدتك بتبقى في الله نظيفة وصحيحة أقوية ولو مدت عليها الله برحمك وبدخلك الجنة قال إني أعلمك كلمات واحد احفظ الله يحفظك تحفظ الله قال ابن عثيمين احفظ الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه والوقوف عند حدوده السمع ده بعد تسمع الغنى تحفظ الله في سمعك تسمع القرآن والمحاضرات والدروس والفوائد البصر بدأت تتفرج في الأفلام والبنات ودي طويلة ودي كسيرة ودي سمينة ودي ضعيفة عندك ميزان ما له أبو جنيه داك بتاع ميزان ما لكو ما له والله الذي لي له غير الناس عجيبين مرة واحدة تلقاهم قاعدين نفرين واللاتلاذ أي بيت تجي في الطريق شوف دي كيف ودي كدي ما لكو ما له تعاين ساي وانا قاعد في البلد تعاين ساي والاخبتة ساي والله تحفظ بصرك في سؤال يوم القيامة تحفظ لسانك ما تفك ساي ما يلفظ من قول إلا لديه شنو رقيب عتيد تحفظ جوارحك من المعاصي اليد الغير الرجل تحفظ الجوارح وتحفظ الله تعالى بفعل طاعتي واجتناب نواهي والوقوف عند حدودي قال لك يحفظك الله بيحفظك بيحفظك والله في شرور كثيرة انت ما جايب لا خبر البلد دي وغيره مش فيها شياطين مش فيها سحرة مش فيها دجالين شياطين انت بتشوفون ولا ما بتشوفون ما بتشوفون إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه والشيطان عدو لك وانت ما شايفه تخيل عدو لك لابد لك وانت ما شايفه الحافظك منه وان شاء الله سبحانه وتعالى اي شكري قال لك يحفظك احفظ الله دي الكلمة التانية تجده تجاهك مش درخاء السيدي وقت الراحة والجو تمام وانت في صحة وفي عافية اي تحفظ الله سبحانه وتعالى فعل طاعته واجتنابنا وما ذكر تجده تجاهك قدام لما النفس تكتم الموتج نفسك تكتم وقرعيك بردا ويديك تشمطا وبصرك ايش خص وتشوف الملائكة نازلة وعروقك تهيج والروح داري مرقوة ينزعوها اهي الله بحفظك في الوقت داك بحفظك بدل تموت سو خاتمة تقول لك كلمة تهلك يوم القيامة وبعد الموت الله بحفظك في اللحظات ديك تخش القبر دخلوك دفنوك ومشوهم يمشوا يشربوا الشاي وياكلوا وخدتوك جوا في القبر الاهل الله بحفظك جوا والله بعدين يوم القيامة الناس وكفت والشمس دنت من الرؤوس وقربت وجهنم جيء بها وهكذا الناس في هول الله بحفظك في اللحظات ديك الصراط منصوب تحت جهنم وأرقى من الشعر وأحدى من السيف وبئي كلاليب وخطاطيف كشوك السعدان صراط تزعد فيه وبعدين انت قالوا منين إلى أمريكا ولا منين إلى الصين بين ظهراني جهنم مسافة بعيدة جدا والتماشي فيها والله يسيدي ما عمارة ودي عمارة إن ربطوا لك حبل بتمش فيه مسافة بسيطة زي ذي حبل خليه أرقى من الحبل ذاته وأحدى من السيف تاخد كراعك تنجرح طوالي وماكدي مظلم وتحته جهنم وبه خطاطيف وكلاليب كشوك السعدان شفت الشناكل بتاعت الجزارة بس زي ترميك الله بحفظك في اللحظة ديك تمش عديل كر تنزل بغادي وبعدين بحفظك في القنطرة وبحفظك تدخل جنة الله تعالى بعد ذا قال الكلمة التالتة أديل بخالفون فيها والله الذي لا إلى غيره قال إذا سألت فاسأل منه فاسأل الله والقال الكلام دا الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال يا ابن عباس اهي لو دار تسأل بس قل يا رسول الله الحقنا ما قال لكذي ولا قال لقل يا أبا بكر ولا يا عمر ولا يا عثمان ولا يا علي ولا يا علي ولا غيره من الصحابة وإنما قال ولا يا علي وإنما قال إذا سألت فاسأل الله تسأل الله بس إياك تزال لكi شيخ وأنا كنت مسجله على الموبا smiled هس عملت لا تهي يا كلها ما زاحت والله حاجات ذاتها تحييرك سيدي أبو العباس بناديه سيدي ساكنفاس بناديه نادي نادي أبو العباس بناديه نادي أبو العباس لكن نادي أبو العباس بناديه سيدي ساكنفاس ساكنفاس ولا طوريا أنا ما ما له شنو ساكن فاسنا ناديو وابو العباس وين مات وزول مات عليك الله شو بالنازل عقولهم كيف زول مات اجروا جلابته يقلعوها عراقوا ورا يقلعوه سروال الباقي كله يقلعوه طاقية يقلعوه شغلة مجقلعوها هاي الامو فيه بعمدان المهم جايهوه الامو فيه غسلوه ما قادر يميد كراعوه الشيخ مات ما قادر يميد كراعوه انا داري عرف زول شيخ غسلوه رفع كراعو زاو يقايمة ورجعه فيه لا قد كنتوه ما قادر يتحرك بعد شوية يجيبوا ثلاثة حاجات منكفن ثلاثة قطع ويربطوه بيجايه وبيجايهوه تمام وربطوه بتلاثة زردات بعد ذاك يرفعوه اربع انفار اربع انفار يشيلوا المغابر والجماعة وراه وصلوا المغابر الاربعة يحفروا المطمورة واللحد ويدخلوا جوه وصله صلي جماعة بيقول لك صلي تشيل الطوب تالديون يجيهوك تمام ما بريحوك التقالب يخلوك ويجيبوا الطين والله نفس ما يخلو لك يليسوك تلييس في واحدين برا طبعا بيكشفوا في محل هنا مفتوحة بليسوك ما بخلو لك نفس تالي والله لوحيت ما تمرق بعد ذاك يجيبوا التراب يردموك بعد ردموه يجيبوا طوب ابنه فوق ليهو حرام البنيان دا ابنه فوق ليهو بعد بنو يسوليه باب شوف الشغلة دي كاتمة كيف بعد الباب سوليه ترباس بعد الترباس طبله بعد دايم شو بعيد يعتروا الحقنا يقولوا ليهو حسنين فاهمين شي اتا الزولة لو بلحق ما براحك ادي ما بافنا بز الزولة مش بلحق اهي اتا غسل وكفن وخدته في العنقريب قل الله ابونا الشيخ طبع انت بتتحرك ان شاء الله تعال نصلي عليك الجنازة هناك ومدفنك بعد ذاك نشوف الحاصل اتا شايلين واربع عليه وكان بتحرك شايلين واربع عليه دا مش سؤال وجيه جدا وظريف وحلو جدا كل لخبة وباسم دين الله تعالى شكير رب العزة والجلال قال وتوكل على الحي الذي لا يموت وده كلام بزحل والله كلام بغضب لا نممكن الرسول يقول لك صلى الله عليه وسلم اذا سألت فاسأل الله ويت تسأل غيره هسل الله المثل الاعلى ثم بعد ذلك المثل للنبي صلى الله عليه وسلم زولي اخي مسافر برة مسافر برة مقاعد لشهر شهرين قال للمرة يا مرة كان نحتاج تقروش ما تلب فيه تديني من الناس ساي تكشفي حالنا كان نحتاج تحاجة بتاع الدكان دا بتعرفيه ايه بس شيل منه ما تمشي للناس اكشفوا حالنا المرة قدر ما تحتاج بتمشي لبتاع الدكان مش طاعة زوجه طاعته لكن المرة دي قال لا قدر ما تحتاج ابشي لبتاع الدكان ما تمشي لي غيره بعد شوية احتاجت مشت للجيران والله الراجل ما خلي لنا شي كذا يجيبه حاجة بعد شوية اتصل لأخوه اسمع والله الراجل ما خلي لنا شي ما كشفت حاله والله رسول قال لك اذا سألت فاسأل منه فاسأل الله انت لما تسأل غيره الكلام مش غلط مش مخالف لأمره صلى الله عليه وسلم مع انه ما كشفت حال لانه الله عنده اي شيء بخلاف شنو الامر الاول لكن في النهاية تخالفت امر النبي صلى الله عليه وسلم ما ممكن يقولك اذا سألت فاسأل الله وتعتر يا الحسن من المحن والبدر من الفقر والفلع لفون سرع من التلفون وواحد في بحر هناك كاتب يبشام وروق الدام دع الشقة وروق الدام كلها لخبة باسم دين الاسلام وكلها والنازل ما بعملوا شي وديك اكبر دليل بعد كتاب الله تعالى لانه اكبر كلام كلام الله ثم كلام النبي وكلام النبي صلى الله عليه وسلم شوف انا اديك اكبر دليل في الواقع النازل مش بعملوا شي اي الانفخون بس لنا كل جمعة ونجي ان شاء الله بس اللي انفخون يوم لو جينا كريشنا دي مفتولة بجمعة اعرفون هنا علي حق ونحن علي باطل لكن كل مرة بنجيك كذي شغل مصطرة امور دي واضحة ولا كيف فلذلك قال اذا سألت فاسعي الله واذا استعنت فاستعين بالله نمر اربعة استعين بالله وحده ولا شريك له يا اخي عنده اي شي يا اخي النبي زكريا عليه السلام دا ارجنة سأل الله وزكريا اذ نادى ربه رب لا تذرني فردا فردا وانت خير الوارثين سأل الله سبحانه وتعالى ايوب عليه السلام مرض سأل الله سبحانه وتعالى قبل يفع الآيات وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين اسألها الله سبحانه وتعالى يونس عليه السلام جوة البحر سأل الله سبحانه وتعالى وذنوني اذ ذهب مغاضبا فظنى أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ودي دعوتنا في ناية المطاف قالوا وإذا استعنت فاستعين بالله نمر خمسة قالوا واعلم أن الأمة شوفوا الكلام ده واضح كيف في ختام الحديث واعلم أن الأمة شت لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك معناه خل عقيدتك في الكتب والله وإن اجتمعوا نمر ستة على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف كلام واضح كلام متين وكلام قوي ونهن للأسف الشديد الناس رد إسلامي والله ومع هذا لا يقبلون التوحيد ما يدتم هل بتسمعوا وده خدش المساجد شايف المسجد داك بعجائي دا قالتني عندي لنا عندي فيه موقف وأنا أختم لك بالكلام دا دا بعجائي مشيت له المسجد دا في واحد عاتي كان زمان الكلام دا قبل كم سنة وعدين العاتي دا قال له ما بتتكلم وتتكلم 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 كلام زي دا يعني بدأي الضائق بدأي تتكلمت في النهاية قال له تشيل الفاتحة أديتم فاتحة هن ذاته ما قدروا يشيلوها اللهم اجعلنا من الموحدين وطبعا دارينا لغبة اللهم اجعلنا من الموحدين آمين ولا تجعلنا من المشركين آمين ولا تجعلنا من المبتدي أخ فاتحة تقدي كلها شغلة دا البيجاي البيجاي سبت المسجد الثاني دا بيجاي دا مشهد كمان كتموه مرة واحدة مشهد ببنطلون وقميص جاين كنا الأهلية دي الله مشهد خشيت لهم الأوريك وأحداث حاصلة هنا خشيت لهم قلت لهم جما السلام عليكم عينوا ليك دي فوق وتيحت شافوا الشغلة الماركة وعلامة الجودة بعدين عينوا ليك شافوا ليك ويس دا يا جما السلام عليكم يقول السلام قال الله تعالى كان قام ليه الخليفة واحد في خليفة اين دي قال ليه ما بتتكلم قلت لهم عشر دقائق بس لا ما بتتكلم اوه قلت لهم لا تتكلم بعدين نحن سبع انفار هن سبعين قريب سبعين قلت لهم لا تتكلم بس قال خلاص المهم قعد قلت لهم قال الله تعالى وبدأ تجيب آيات كان واحد شاب من ورا قدره ولا أكبر شوية قال ليه سؤال ثلاثة فضل قال ليه الرسول بيعلم الغيب ولا ما بيعلم قلت لك اللي كلاميانا بدك القرآن الآية بدك الآية خمسين من سورة الأنعم قال الله تعالى دي موش آيات قل قل دي للرسول عليه الصلاة والسلام قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك ما بيعلم ملك إلا بالوحي يجيو وحي معلش أجل الله مش مفروض يقبل الآية وقال بيحفظوا القرآن ويحفظوا جاني جاري من هناك بيبونية وهابي أقول ليه أخذ آية كذا كيف شوية لا وهابي كلامها قلت لها أقول لك شي والله أنا عمك كبير كفتني بتحمله لكن تقدري كده تصلنيه شفت باستطيل أكلتها بخدتها في يدي وبخلص بدك حاجة بتعرف الحاصل جاني لسه جاني توكلتها والجامع الكبير أنا ذاتي ما رأيت الحكمة توكلتها ديته حاجة وقع الله يتقبل وقع الجماعة كلهم قاموا وهابي في واحد سمين وعنده صلعة وما عنده علامة جودة لكن موحد المكان حقتنا لكن حقتنا لكن البوضي دائر سمكرة بسيط فالمهم الزول اللي تعارف الزول السمين ده ومعاون واحد عمك كبير السمين هاي ما شين الصلاة الله يتقبل السمين ده تعارف خدتاني كده في بطنه الزول موحد أنا متكيف منه كان لقيته أزه كان عزمته كبه شاي المهم الزول اللي تعارف خدتاني كده في بطنه ودخلني في المحراب قال لي ما بهبشوك ما بهبشوك ما بهبشوك والله قريب سبعين بدقه في ظهره زول عاتي خلاص شي ما جاو والجماعة وينه وشو قلت لهم وشو بتلمه في بطنه الزول وشو تاني يا عطالة يا مجار فالله يتقبل إن شاء الله بنأجي الجمعة الجاية الناس تواصل صلى الله وسلم على نبينا محمد ترجمة نانسي قنقر